هذه الفترة هدى الأطرابي كتعيش فقرة تألق كبيرة لمسناها من خلال الصور اللي كتنشرهم على حسابها بالإنستغرام كتظهر فيهم بلوكات والصيلات مختلفة والبارح نشرت صورتها بـ Total Look in Green على صفحتها بالإنستغرام وصورتها بهاللوك لفتت الأنظار وصار عليها تفاعل كبير من المتابعين لكيف ما شفنا تغزلوا بجمالها وأنقتها بحسب ما شفنا بالبوستات لشركاتهم هدى عبر السوري ودانا عملت معا لقاء حكيت فيه عن مشاريع الجديدة وعن سبب وجودها في دبي اللي كمان إلو علاءة بالفاشن والبيوتي عندي هون توصير الكوفر هايا واتش بتحبي هاي لما يكون عندي كيك براجيك فيه فاشن وأزياء وميكا أنا أحب فاشن، أنا أحب فاشن بيوتي هو أنت ممثلة أو بنت عادية، الفاشن بيوتي ده جزء من حياة البنات وصبحت كمان زي ما بقول لك، الموضوع السكين كير بالنسبة لي حاجة مهمة أنا أنا مروحها نايمة، مش قادر أعمل أي حاجة لازم أعمل السكين كير بتاعي قبل ما نام لأنهم في الآخر أنا مش عايزة أبوستجا لأي نفسي فيه رينكل تبدي يعني أو أنا مش ممكن تبالشي تعملي مثلاً فلرز أو بوتوكس أكيد بعمل طبعاً أيها، طبعاً أكيد بعمل فلرز اللي هو الحاجات البروفايل والحاجات اللي هي بتعزز اللي بتعزز اللي بتعزز اللي طبعاً، of course I'm doing this بس أنا I don't like إنه يعني بتعرفين الكاميرا مش كتير بتحب Of course, the features في أدوار ما ينفعش فيها إن أنا أبعمل فلرز يعني إنه عامل دور بنت بسيطة أو بنت صغيرة لسه ما ينفعش إن أنا أطلع بفلرز فأنا مش حابة أي موضوع الفليوم بس I love إنه when it comes to حاجة بتساعد على بتاع السكين وإنه تساعد إن الواحد يوشي وأفضل ومش بس لبيوتي والفاشن الأمور اللي بتهتم فيهم هدى فهي دايماً بالجام وبتمارس التمارين الرياضية عم بشوف الفيديوز من زمان أنت بتلعبي رياضة منوانا صغيرة أكتشي، مامتي كانت حريصة جداً توديني التمارين كأن كنت بلعب كاراتي فكنت حريصة جداً هي توديني دايماً وبعدين زي ما بيقولوا فيه muscle memory دايماً إنه موانتي صغيرة لو بتتمراني أو بتعملي workout وما بتكبري بتلاقي فيه muscle memory طبعاً وقدي بتلعبي بالأسبوع يعني يعني أنا يوجو لي بلعب بأربع خمس يام في الأسبوع بس بسبب شغلي الفترة دي يعني لو روحتي وين يبقى كويس؟ حالياً تستعد هدى الاتريبي لتصوير ثلاث أفلام ومسلسل شارع تسعى المكون من موسمين مع رانيا يوسف شفنا الكواليس كتير شكلها intense وإنتي ورانيا في كتير هيك chemistry حلوة بينكم حبيبتي رانيا يوسف أستاذة رانيا يوسف طبعاً حبيبتي جميلة وقد إيه بتخلي المشاهد سهلة على الواحد يعني هي من كتر ما هي إنسان عارفة لطيف وكذا جنون وجميلة بتخليكي عارفة بنخلص المشاهد في أقل من وقتها دورنا مين لي مع بعض طول المسلسل يعني أنا مين لي دوري طول المسلسل معيها مسلسل هو جريمة تشويق فبيحكي عن بنت بتتعرض لمواقف كتير قوي في حياتها هي ما كانتش عملالها حسابات زي الإدمان زي الإنسحاب من الإدمان زي إن هي بتقابل ناس غريبة في حياتها يعني لقاتل الحاجات كتير يعني فهتتبسته وأحد الأفلام اللي رح تبدأ تصويرها باري سون هو الجزء التاني من فيلم ماما حامل اللي لعبت فيه دور ياسمين ابنة أختها للفنان ليلى علوي في الفيلم متوحش هيمي الولادات سو كيوت والوهد يا إزي بوباكو بسي كرفو عندنا ماما حامل قد الشيك مبسطتي بسعتي فيه جزء تاني والناس حبت كتير جزء الأول البسطت جدا خصوصا إنه ماما حامل جالي كتير من خليك فيدباك عنه كويس الناس كانوا حبين قوي الفرمات بتاعت الفيلم وأنه كانوا بيشكروا فيه ويقولوا قد إيه إحنا تحكنا والقصة حلوة فأنا مبسوطة جدا وجزء تاني أحلم الأول كبير بس هتلاقي كوميدي الجرعة بتاعت الكوميدي هتزيد أكتر بس فيه إطار اجتماعي لأنه هو فيلم مانلي بيكلم عن الغواز الخلفة المسؤولات بتاعت الغواز في إطار كوميدي كدا شكل ولذيز فدوز الكوميدي هتعالى أكتر لأن هي هتتجوز بقى هي كانت سنجل في بورت 1 فهتتجوز بقى في بورت 2 يعني هنشوف إيلا هيحسن بما إنه عم نحكي عن أدوار فيها زواج وعالة فحبينا نعرف منه ده إذا في حدا بحياتها في قصةك عم بتعيشيها 2022 حنشوف شيء يعني حب في لي يعني إن شاء الله إن شاء الله ولا إنه لا you're just waiting focusing على الكرير تاتك كسية هو ليه دايما بيقولوا إن الجواز أو الفاميلي بتعطل بالعكس أنا بحس إن الإنسان لما بيحصلوا نوع من أنواع اللي هو بيقولوا إيه علي إنه الهدوء والاستقرار ده بيخلينه هو يعرف فيه يشتغل أكتر أو يعرف يدي أكتر في شغله فليه هم شايفين دايما إن الست المشهورة أو النكحة أو الممثلة أو whatever هي سلابرتي بأني شكل ليه بيقولوا إنه لازم تبقى سنجل no خلص بالعكس في العالم العربي الرجال الشرقي ممكن يطلب من سلابرتي مرتو يغارع عليها يقولها صحب تلاقي رجال الشرقي يتقبل الشغل ده ما بحب إنه تطولي بالشغل في عقل هيك شرقي بيكون في هيك فممكن بسيك أنا بقى مش عايزة العقل ده لا لا مش عايزة أنا عايزة واحد وصق في نفسه واحد ناجح عارف عارف إنه نجاح الست اللي معايا من نجاحه صدقيني الرجل ما بيكون ناجح ووصق في نفسه وقوي عمره ما بيغير من نجاح الست وفعلا الست في المجتمع الشرقي السلابرتي مظلومة لأنه دايما مش هتلاقي الرجل اللي يتقبل نجاحها ويتقبل شهرتها لا 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 يجب أن يكون ناجح وقوي وزكي وفاهم فاهم يعني إي ناجح الست صراحة نقطة كتير مهمة عم تحكي فيها يعني هودا إنه عنجد بارتباط النجمات لازم تلاقي حدا يفرح بنجاحها ويدعمها بدنا نقلة طبعا إن شاء الله بنسمع أخبار حلوة عنك يا هودا إن شاء الله